وبمناسبة الإعلان عن بدء الانتخابات لاختيار رئيس جمهورية مصر العربية أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات صباح اليوم القرار رقم 3 لسنة 2023 ومنطوقه على النحو التالي بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وعلى القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته صباح اليوم المادة الأولى الناخبون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين وفقاً لأحكام القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته مدعوون للإدلاء بأصواتهم في انتخاب رئيس جمهورية مصر العربية بمقار لجان الانتخابات الفرعية وفقاً للمواعيد المبينة بهذا القرار المادة الثانية تجرى عملية الانتخاب المشارئ إليها في المادة السابقة وفقاً للمواعيد الآتية خارج جمهورية مصر العربية أيام الجمعة والسبت والأحد الأول والثاني والثالث من شهر ديسمبر 2023 داخل جمهورية مصر العربية أيام الأحد والاثنين والثلثاء العاشر والحادي عشر والثاني عشر من شهر ديسمبر وفي حالة الإعادة تجرى عملية الانتخاب خارج الجمهورية أيام الجمعة والسبت والأحد الخامس والسادس والسابع من شهر يناير 2024 داخل جمهورية مصر العربية أيام الاثنين والثلاث والأربع الثامن والتاسع والعاشر من شهر يناير 2024 المادة السلسة ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي صحفتي الأخبار والجمهورية وعلى الجهات المعنية تنفيذه ترجمة نانسي قنقر